في ذات الشأن قال علي أكبر ولاية كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية قال إن الشعب السوري وحده من يحدد مستقبل رئيس السوري بشار الأسد مضيفا أن الأمر يمثل خطا أحمر بالنسبة لطهران وأضف ولاية في مقابلة تلفزيونية أن خطر الإرهاب بات يهدد جميع دول المنطقة ما يفرد تعاونا جديا لمواجهته وأن الموقف الروسي الأخير تجاه سوريا يأتي إثر شعور موسكو بخطورة الأوضاع في المنطقة مشيرا إلى أن روسيا تنسق مع إيران في مواجهتها للإرهاب في سوريا حسب تعبيره